أنهت البرصة المصرية تعاملت جلسة اليوم نهاية جلسة الإسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للمرة الأولى بعد صعود داما ست جلسات بضغوط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقية 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750 مليار و 17 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي أكثرس اليوم بنسبة 30 من المئة في المئة وأغلق عند 11 ألفا و 709 نقاط أيضا تراجع مؤشر أشركات المتوسطة والصغيرة إيجي أكس سيفينتي بتراجع بنسبة 38 من المئة في المئة وأغلق عند 1995 نقاط امتدت أيضا الانخفاضات لإيجي أكس هندرد الأوصى نتقن ونخفض بنسبة 32 من المئة في المئة وأغلق عند 3022 نقاط من البورصة المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها و 24 قرشا في حين وصل سعر البيع 18 جنيها و 37 قرشا عن اليورو 20 جنيها و 4 قرش وسعر البيع 20 جنيها و 19 قرشا نصل معكم للجنيه الاستليم الذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 24 جنيها و 8 قرش سعر البيع 24 جنيها و 26 قرشا نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية الذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيها و 96 قرشا وسعر البيع 5 جنيها و أخيرا الريال السعودي 4 جنيها و 86 قرشا و 4 جنيها و 89 قرشا بالنسبة لسعر البيع في أسواق المعدن النفيسة تذبذبت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1911 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بحوالي 25 جنيها حيث سجل عيار 18 نحو 847 جنيها و لمس عيار 21 سعر وصل إلى 990 جنيها وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1130 جنيها و أخيرا نصل معكم إلى الجنيها الذهب الذي وصل سعر اليوم إلى 7900 جنيها ننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة بسبب تباين ردود فعل الدول الأوروبية على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تحويل الدفع لقاء الغزو النفط الروسي إلى الروبل الروسي و ارتفع خام برينت بنسبة 3% و حقق سعر وصل اليوم إلى 120 دولار و 72 سنة للبرميل أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 2% مسجلا سعر وصل إلى 113 دولار و 54 سنة للبرميل